رغم طي صفحة داعش قبل سنوات إلا أن معاناة النازحين العراقيين لم تتوقف مأساة إنسانية داخل المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من الأشخاص بعد أعلان السلطات العراقية إغلاق مخيمات اللاجئين من نزوح إلى نزوح صحراء قاسية وبيئة لا ترحم أطفال سلبت قساوة العيش هنا طفولتهم أما الكبار فلا يملكون سوى البوح بشكواهم وما يعانون هنا من مرارات العيش والله وضعي بالمخيم أنا أحس هذا بيتي لأن ما عندي ملجأ ما عندي بيت ما عندي راتب ما عندي حدا عيشنا فهذا أصبح هو ملاذي المخيم أصبح هو معاشي هو بيتي حوالي مئة ألف شخص معرضون لخطر التشرد في مخيم حمام العلي الجنوب الموصل وهو واحد من عدة مخيمات من المقرر إغلاقها هذا الشهر حيث كان من المقرر إجراء العملية في وقت سابق من هذا العام لكنها تأخرت بسبب جائحة فيروس كورونا ما كانت عملية إغلاق المخيمات مخططة ومنسقة بشكل كامل الخوف أنه يصير في عنا عمليات نزوح مقنعة هاي الناس ترجع تظل عايشي بنفس الدوام من الاحتياج ومن التهميش منظمات الإغاثة حذرت وقالت إنه سيكون من الصعب الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا إذا انتشرت في جميع أنحاء البلاد وقد يواجه البعض العنف والاعتقال عند عودتهم إلى ديارهم إذا كانت لديهم أقارب ينتمون إلى الجماعات المسلحة بما في ذلك داعش بخصوص الامتيازات الممنوحة من قبل وزارة الإجروم وجري العوائل التي عادت هي عبارة عن مساعدات لمدة سنة كاملة كمساعدات إغاثية كأنهم مساكنين في المخيم إضافة إلى ذلك سوف يتم شمولهم بالمنحة البالغة مليون ونصف مليون دينار عراقي للعائلة الواحدة يعني كنت من الزوجة بسوريا أي زوجه سوري فيعني تعرف اللي من الزوجة بسوريا فشي طبيعي ما عندي أثبات أنا عندي طفلة وحدة أي ما عندي يعني لا هوايا ولا شيء أطفالها مثل الآلاف غيرهم ممن ولدوا في ظل حكم تنظيم داعش ليست لديهم أوراق ثبوتية وبدونها سيكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم فرز حمزة العربية